بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية أذكركم بأننا نتحدث عن مشاهد يوم القيامة وحوادث ذلك اليوم في كتاب الله سبحانه وتعالى وبالأمس تكلمنا عن الحشر أي جمع الله سبحانه وتعالى الخلائق كلها في وقت واحد وعلى صعيد واحد وأفضل في بيان ذلك ثم تكلمنا عن هول الموقف وعظائمه وقلنا إنه هول يمر بالناس جميعا بادئذ بدأ ثم إن الناس ينقسمون إلى فئتين فئة سبقت لهم من الله الحسنى يكرمهم الله عز وجل فيبعدهم عن آلام ذلك الموقف وأهواله وشدائده وأناس آخرون يغرقون في شدة ما مثلها شدة على تفاوت فيما بينه حسب أوضاعهم التي أدبروا عنها في دار الدنيا يوم كانوا يتقلبون في فجاج هذه الحياة التي نعيش فيها اليوم وتكلمنا في الحلقة الماضية عن الحساب كيف يحاسب الله سبحانه وتعالى عباده ولماذا يحاسبه وهو أعلم بما كانوا يفعلون وما هي الأدوات أو البينات أو الوثائق التي يتم عليها الاعتماد في محاسبة الله سبحانه وتعالى عباده قلنا البينات هي أولا هذه الكتب التي تسقط في أيمان بعض الناس وفي شمائل بعض الناس نعم وقد وصف الله سبحانه وتعالى لنا هذه الكتب وكيف أنها تصور وتسمع فهي أشبه ما يكون بهذه الأشرطة التوثيقية السمعية والبصرية بآن واحد ولكن تلك الأشرطة إنجاز التعبير التي تتمثل في تلك الكتب أعظم وأبيان وأكثر إعادة إلى الماضي وكأن الإنسان يعيش في ماضيه فعلا وقد صور بيان الله عز وجل في بعض من آي كتابه المبين الذعر الذي ينتاب بعض الناس من هذا الأمر يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها هكذا ينقل ربنا في كتابه المبين كلام بعض الناس الذين ختم ذهم بخاتمة سيئة يقول أحدهم يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها يأتي جواب رب العالمين ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد وجدوا ما عملوا حاضرا لاحظوا هذا الكلام إنها ليست تذكرة ذهنية وليست صورة خيالية هي استعادة للواقع كشريط وثائقيا يمر أمام بصر الإنسان وعقله وفكره فيرى نفسه في الساعة التي كان يمارس فيها شؤونه فلئن لم يكن هناك عذاب إلا عذاب الافتضاح لكفى ولئن لم يكن هناك عذاب ينتاب الإنسان إلا عذاب الخزي والخجل من الله سبحانه وتعالى لكفى ولو لم يكن هناك عذاب إلا عذاب طول الأمد الذي ينتاب الإنسان وهو واقف في موقف الحساب لكفى فكيف وكل أسباب هذه الشدائد مجتمعات بالأمس قلت إن هناك أناسا يطول عليهم الزمن أثناء الحساب الذي يجاذبهم الله سبحانه وتعالى دقائقه وهناك من يقصر عليهم هذا الزمن يخيل إلي أن فيكم من يقول كيف هذا الزمن إن طال فهو إذن زمن طويل بذاته وحقيقته وإن قصر فهو قصير ولا يمكن لفئات خضعت لزمن واحد أن تختلف في تصور هذا الزمن البعض يراه طويلا طويلا سنوات طويلة والبعض يراه دقائق وربما لحظات لا أيها السادة والسيدات أولا لا تسجنوا أنفسكم وأنتم تناقشون في هذا الموضوع في سجن المألوف كما قلت لكم تحرروا من المألوف وقفوا أمام العقل والمنطق إن تحررتم من المألوف ومثلتم أمام المنطق والعقل علمتم أن الزمن وهم لا يوجد شيء اسمه زمن الزمن مقياس لحدث والمقياس لا وجود له إلا بوجود الحدث يوجد الشيء فإن كان هذا الشيء له بعد طويل قلنا إنه استغرق زمنا طويلا وإن كان ذا حجم صغير بعد صغير قلنا إنه استغرق زمنا ضئيلا وإذا زال الحدث زال معه الزمن الزمن وهم من الأوهام أيها السادة والسيدات ومن ثم فإن الله عز وجل يطيل أمد الحساب بالنسبة لكثير من الناس حتى يكون الحساب عذابا من أشض أنواع العذاب التي تنتاب هؤلاء الناس ويجعل الحساب بالنسبة لكثير من الناس سهلا بدقيقة واحدة نعم وكل إنسان يخيل إليه أن الله إنما يحاسبه هو وحده من دون الناس جميعا وتلك هي قدرة من قدرات رب العالمين سبحانه وتعالى فلا تتعجب من هذا الأمر ولا تقيس قدرة الله سبحانه وتعالى على قدراتكم التافهة التي هي الظل ظل لقدرة الله سبحانه وتعالى وكل إنسان يرى ربه سبحانه وتعالى في موقف الحساب رؤية محاسبة يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما اتفق عليه الشيخان ما منكم من أحد إلا ويكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمة ما منكم من أحد إلا ويكلمه الله ربه يوم القيامة ليس بينه وبين الله يعني حجاب ولا ترجمان هذا الموقف سنمر به ولسوف نراه والنظام في ذلك اليوم نظام غير هذا النظام فلا تقيسوا نظاما يخبرنا عنه رب العالمين على النظام الذي نعيشه في حياتنا الدنيوية اليوم ماذا بعد الحساب أيها الإخوة بعد الحساب الوزن والميزان هناك ميزان لا شك في ذلك وهناك وزن وكلام الله عز وجل في قرآنه يفيض بهذه الحقيقة وقبل أن نتساءل كيف يكون هذا الميزان وما هو وما هي ضخامته وكيف يتم وزن الطاعات أو السيئات وعهدنا بالطاعات أن ليس لها ثقل حتى توزن هذه الطاعات في موازين طبق أثقال معينة كما نعلم قبل هذا تعالوا نتأكد من هذا الذي نقول من خلال الإصغاء إلى آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى فالوزن حق ومن أنكر الوزن والميزان يوم القيامة كفر وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله انظروا إلى قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ولو كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسب إذن هناك ميزان ونضع الموازين القسط أي الموازين ذات العدالة الدقيقة جدا جدا انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون وكلام الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالحديث عن الميزان والوزن كلام مكرور وكلام لا يخضع للنقاش ولا يخضع للريب بشكل من الأشكال نعم باري سبحانه وتعالى يقول فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة الراضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامل نعم هذا كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يلحقه ريب ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والآن قد تتساءلون عن الحكمة من هذا الوزن الحكمة من ذلك أيها السادة والسيدات التأكد من العدالة التي يلزم الله عز وجل بها ذاته العلي ألم نقل إن الله سبحانه وتعالى ألزم عباده في دار الدنيا بأن يتعامل طبق موازين العدالة وأن لا يقضي القاضي إلا بموجب بينات وأن لا يقضي بين الناس بمقتضى علمه الخاص به ربنا سبحانه وتعالى الذي ألزم عباده بهذا تحقيقاً للعدالة وربطاً للناس بموازينها ألزم ذاته العلية بما قد ألزم به عباده كيف تكون هذه الموازين وما شكلها وما هو نسقها وما هو مدى ضخامتها هذا ما لم يخبرنا عنه الله عز وجل نحن الآن نقف أمام أمور غيبية وصلتنا أنباؤها بطرق متواترة يقينية لا تخضع للري ومن ثم نؤمن بما قد أخبر به الله سبحانه وتعالى فإذا تجاوزنا ما قد أخبر به الله عز وجل وعدنا نتخيل فهذا جنوح عن المنطق وهذا خوض في غمار الأخيلة التي لا يدعمها منطق ولا يدعمها عقل نعم هذه ليست أمورا اجتهادية مادية نعتمد فيها على تجربة ومشاهدة هي عبارة عن أخبار أخبرنا باري سبحانه وتعالى فقال والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون إذن هناك وزن لأن الله أخبر بها وهناك موازين أيضا لأن الله عز وجل أخبر بها ولو وصف لنا هذه الموازين لكان لابد أن نؤمن بما قد وصف به الله هذه الموازين لكن أمسك البيان الإلهي عن هذا وبما أن النافذة الوحيدة التي يستيقن عقلنا من خلالها بما قد أمرنا الله أن نستيقنه إنما هو الخبر فنحن نقف عند حدود الخبر الذي أنبأنا به الله سبحانه وتعالى ولا نتجاوز ذلك إلى شيء فإن قال لنا قائل أنا لا بد أن أعرف كيف يكون هذا الوزن وكيف تكون هذه الموازين نقول هذا شيء ستعرفه يوم القيامة عندما تحشر مع الناس كلهم وهذا اليوم آت لا ريب فيه بعد العهد به أو قصر عندئذ ستجد ما تطمح إلى معرفته اليوم اصبر تتعرفه غدا هذا الشيء شيء ثاني أيضا قد يقول فينا قائل وهل الحسنات لها أوزان لها أثقال وهل الحسنات أو السيئات عبارة عن أجرام كالحجارة أو أي شيء آخر حتى توضع في موازين فيتبين الذي ينظر مدى ثقلها ومدى مناسبتها مع الثقل الذي وضع في الكفة الأخرى أيها السادة والسيدات قلنا بالأمس إن الله سبحانه وتعالى تحدث عن التائهين والشاردين والضالين عندما يحشرون يوم القيامة تحدث عنهم قائلا وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزيرون إذن هذه الأوزار التي لا نرى لها فقلا اليوم بل لا نرى لها صورة اليوم ستحشر مع أصحابها وقد خلق الله لها فقلا خلق الله لها حجما وألسقت هذه الحجوم بأصحابه ليفتضحوا به ولكي تكون شارة تستعلن على الملأ كله أنهم في دارهم الدنيا في حياتهم الدنيا التي استدبروا عنها قد أوغلوا في هذه السيئات وارتكبوا هذه الفضائح نعم فما العجب وما الغرابة في أن يخلق الله سبحانه وتعالى السيئات التي لا وزن لها اليوم وقد أصبح لها وزن غدا ما الغرابة في أن يجعل الله عز وجل للحسنة الصغيرة التي لا تكاد تشعر بها وزنا وثقلا تراه بعينك يوم القيامة قل لي ما الغرابة إن كنت قد آمنت بالله سبحانه وتعالى فلن تتعجب الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الثقل وخلق الأوزان والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق ما نسميه بالزمان فهو وهم كما قلت لكم يمغطه كما يشاء ويقصره كما يشاء باري سبحانه وتعالى لماذا نتعجب أيها السادة والسيدات يا عجبة نحن نعيش اليوم في نظامنا هذا ونرى بأم أعيننا كيف يكون للشيء وزن وثقل هنا وكيف يذوب ويزول هذا الوزن وهذا الثقل في العالم الخارجي هناك ألا تلاحظون هذا هناك حقائق علمية يتدرسها الناس هذا الوزن الذي يتصف به الإنسان أو يتصف به جرم وزن وهمي وزن نسبي وزن نسبي ذلك لأن هذا الوزن آت من جاذبية الأرض فإذا انفك الإنسان أو انفك أي شيء عن جاذبية الأرض وسمى صعدا تنظر إليه وإذا بهذا الثقل الذي كان له قد اختفى وزن إذن الأوزان أمور نسبية فالله سبحانه وتعالى يخلق للحسنات ثقلا ويخلق للسيئات ثقلا ومن ثم فإن الحسنات تخضع للوزن عنده وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن بعض التفاصيل عن أناس يزن الله سبحانه وتعالى سيئاتهم وحسناتهم فيتحدث عن رجل وكلمة الرجل تعني في أهم من الناس يعني نموذج ينطبق هذا النموذج على مليارات من الناس أمثاله يؤتى بواحد من هؤلاء فتوضع حسناته في كفة وتوضع سيئاته في كفة أخرى فترجح سيئاته لأن الله عز وجل قد جعل لهذا ثقلا ولهذا ثقل ترجح سيئاته وتطيش كفة الحسنات فييئس هذا الإنسان من رحمة الله سبحانه وتعالى ويستيقن أن الشقاء قد أحاط به وإذ هو كذلك إذ تنزل بطاقة من حيث لا يدري بطاقة هكذا تسقط في كفة الحسنات وإذا بهذه الكفة قد ثقلت ثم ثقلت ثم ثقلت حتى هبطت إلى الأرض فغالبت ثقل كفة السيئات فطاشت كفة السيئات ما هي هذه البطاقة بطاقة كتب عليها أشهد أن لا إله إلا الله معنى هذا الكلام الذي يصوره لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في واقع في واقع سيكون أن الله عز وجل يجعل من العقيدة الصحيحة التي يرحل بها الإنسان إلى الله عز وجل قوة قاهرة تتغلب على السيئات تتغلب على الانحرافات تتغلب على كثير من المعاصي التي اقترفها الإنسان بسائق ضعف لا بسائق استكبار نعم إذا رحل الإنسان بهذه العقيدة وهو يؤمن أن لا إله إلا الله قيوما للسماوات والأرض مدبرا لأمر الكون كله فإن الله عز وجل يذين كل السيئات التي اجترح هذا الإنسان في ضرام عقيدته هذه في ضرام يقينه هذا بأن لا إله إلا الله ولعل فينا من يستأنس بهذا الكلام جدا ويركن إلى واقعه الذي يعيش فيه متصورا أنه إذن سيضمن لنفسه العاقبة الحسنة لأنه صحيح يرتكب الموبقات موبقة إثر موبقة إثر موبقة ولكنه على كل الأحوال يمسك بهذه البطاقة يمسك بهذه الوثيقة فهو يؤمن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن سائر النبيين أرسلوا بدين واحد ألا وهو دين الله الحق يعلم هذا نعم أيها السادة والسيدة أنا إذا ضمنت أن أرحل إلى الله وأجتاز سكرات الموت وهذه العقيدة موجودة في فكري وعلى لساني أنا معكم لن تضيرني السيئات أبدا لكن ما هي الضمانة أن تبقى هذه العقيدة كنزا في عقل صاحبها وأن تبقى هذه الشهادة أنشودة على لسان صاحبها ما الضمانة المعاصي بريد الكفر وإن كان الحديث ضعيفا لكن المعنى صحيح كثرة المعاصي كثرة المعاصي كثرة المعاصي تجعل الإنسان ينسى الحقائق فإذا نسي الحقائق واستمر ننسي للحقائق يتحول الأمر إلى قسوة قلب وإذا قس القلب تطايرت العقيدة وعندما يأتي ملك الموت يطرق باب الإنسان ويقع الإنسان في سياق الموت ينسى هذه العقيدة ولا يتذكر إلا تلك الأمور التي علقت بعقله الباطن اضمنوا أن نرحل إلى الله عز وجل بهذه العقيدة الإيمانية وأنا أضمن لكم هذا الذي قاله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إذا غذى الإنسان عقيدته بمزيد من الإقبال على الله بتوبة يأخذ بها نفسه الإنسان دائما 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 إذا غذى الإنسان عقيدته بمراقبة دائمة لله إذا غذى الإنسان عقيدته بأن يكون حارسا على فمه لا يأكل مال حرام المال الحرام يسيء إلى العقيدة إساءة بالغة وينسي الإنسان حقائق العقيدة أجل إذا كان الإنسان رقيبا على نفسه يغذي هذه العقيدة فلسوف نكون إن شاء الله من أهل هذه البطاقة التي تغالب السيئات حتى تغلبها أما الإنسان الذي يرتكب الموبقات بسائق من الكبر بسائق من التبرير يعني إن حرف شذى عن صراط الله عز وجل جاءه زميل له صديق له قال يا هذا ما كان ينبغي أن تشترح هذه السيئة فالله يغض هذه السيئة يقول له لا أنا حر أفعل ما أشاء نعم وأنا لا أعتقد أن هذا محرم أقنعني نعم كلام من هذا القبيل الكبر أيها الإخوة لا يجتمع مع العقيدة الإنسان الذي يركن إلى كبرياء يركن إلى اعتداد بالذات إلى عناد هذا الإنسان لا يقترف السيئات بسائق من ضعف الضعف مرحوم الإنسان يرحم وعف الإنسان ولكنه يرتكب السيئات ارتكابا فلسفيا يعني يبرر ما يفعل يفلسف عمله هذا ومن ثم فإن هذا الإنسان إذا مات تخلت عنه عقيدته إذن أيها السادة والسيدات من مشاهد يوم القيامة الوزن الذي تحدث عنه بيان الله سبحانه وتعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم كما يقول الله سبحانه وتعالى ولا نريد أن نستقصي الآيات التي يتحدث الله عز وجل فيها عن الميزان وعن الأعمال الصالحة والسيئة وكيف يخلق الله لها ثقلا وكيف يخلق الله لها حجما كل هذا سنراه سنراه بأعيننا وخير لنا أن نؤمن بذلك قبل أن تراه أعيننا من الذي يأتي بعد ذلك أيها السادة والسيدات إذا انتهى الحساب وانتهى الميزان نصب الصراط نصب الصراط على متن جهنم وكلف الناس جميعا أن يجتازوا على هذا الصراط فما هو الصراط نعود إلى كتاب الله سبحانه وتعالى كلمة الصراط في القرآن تأتي بمعنيين اثنين المعنى الأول المنهج المعنوي المتمثل في أوامر الله عز وجل وشرائعه التي رسمها لعباده هذا هو المعنى الأول للصراط وأوطيكم قاعدة كلما قرأتم في كتاب الله آية يحدثنا الله عز وجل فيها عن الصراط آمرا أن نتبعه وأن لا نشرد عنه في دار الدنيا فاعلموا أن الصراط هنا بمعنى المنهج الرباني الذي شرعه الله عز وجل لنا ورسمه لعباده فمثلا عندما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون هذه الآية عندما نقرأها ما المعنى الذي نفهمه لكلمة الصراط فيها صراط يعني المنهج الشرع الأوامر التي أمرنا بها والنواهي التي حذرنا الله سبحانه وتعالى منه كذلك عندما نقرأ في الصلاة قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم أي دلنا على الرشد دلنا على الخطة السليمة في سلوكنا في فجاج هذه الحياة حتى لا نشرد إلى متاهة تشقينا المعنى الثاني للصراط أيها السادة والسيدات هو ذلك الجسر الذي ينصب على متن عالم كبير وكبير جدا هو عالم جهنم سماه الله عز وجل جهنم طريق طريق ذلك الطريق الذي ينصب على متن جهنم ويرحل عليه الناس أملا في أن يصلوا ويتجاوز جهنم إلى جنة الخل ذلك الطريق هو المعنى الثاني للصراط هذا المعنى هو المراد بقول الله سبحانه وتعالى ولو نشاءوا لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصروا ولو نشاءوا لما سخنهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون إذن الصراط في دار الدنيا هو عبارة عن النهج الذي شرعه الله لنا وأمرنا أن نلتزمه والصراط الذي يتحدث الله عنه عن أحداث يوم القيامة ووصف يوم القيامة هو ذلك الجسر أو سمه الطريق الذي ينصبه الله سبحانه وتعالى على عالم جهنم ويكلف الناس بالمرور به أحسب أن الوقت قد أدركنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة